لكن نبدأ مع بعض ونشوف تريند الأهلي أول حاجة معنا إيه النهاردة أول حاجة من الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر كتبوا نصور الأهلي جاهزة للتحليق للمرة السبعتاشر بنصف نهاء دور الأبطال في رحلة الدفاع عن اللقب أمام التراجي التنسي موعد لقاء الزهاب 19 يونيو موعد لقاء الإياب 26 يونيو طيب هنا أتوقف لحظة لأن فيه كلام مهم جدا عايز أقوله في هذا الشانك الحمد لله كنا احنا أول ناس اتكلمنا في هذا الموضوع واتكلمنا على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء الماضي لما كل المواقع الرديا نشرت خبر أن مباراة التراجي والأهلي يوم 18 في رادس ويوم 25 في القاهرة وأنا ساعتا جبتلكوا صورة رسمية من صفحة الاتحاد الإفريقي على الويب سايت بتقول أن المواعيد دي مواعيد مبدئية لأن لسه المواعيد الرسمية ما تمش الاتفاق عليها وفيه خطابات لسه هتم إرسالها خلال الفترة اللي جاية لأن ما كانش من الطبيعي أن القايزر تشيفز يلعب مع الوداد يوم جمعة والساعة 9 بالليل أولا في حاضر الجنوب إفريقيا الساعة 8 فما فيش مشروط بتلاقي بالساعة 9 ممكن يلعب 6 ممكن يلعب 3 ثانيا يوم الجمعة يوم عمل في جنوب إفريقيا فبالعب يوم السبت فبالتالي المعلومات اللي كانت عندي وأكتها الأسبوع الماضي المواعيد دي كانت مبدئية إلى أن أعلن الكابتن سارد الحفيز بالأمس أن جالوا خطاب رسمي أن المباريات يوم 19 في رادس 19 ستة ويوم 25 ستة يوم 26 ستة لقاء العودة في القاهرة إن شاء الله طيب الجزية الثانية هل الموعيد دي نهائية تبقى للليحة الموعيد ممكن تتغير تاني ولكن بحد أقصى قبل يوم 8 ستة لأن الليحة بتقول قبل معاد المباراة بعشر أيام بيكون المعاد الرسمي والنهائي والتوقيت الرسمي والنهائي وبيتم من خلالها إرسال الأطقم التحكمية وكل المسؤولين عن تنظيم هذه المباراة وبالتالي هذا الخطاب الرسمي أكد المباراة 19 في رادس و26 في القاهرة ولكن قبل 8 ستة إذا الاتحاد الإفريقي عنده تعديلات بسبب أمور البس الفضائي ممكن يحدث تعديل عشان الفترة اللي جاية لو حصل تعديل إذا حصل تعديل تاني ما حدش قولك أصل تعجيل أصل إرجاء تبلد غير كل ده وارد وبيحصل بتحط معاد مبدئي بعد كده الأهل بيطلب معاد في توقيت معين فالاتحاد الفيق يرد بالموافقة إلى أن يتم الاتفاق النهائي على المعاد الرسمي والنهائي وده بيكون قبل معاد المباراة بحوالي 8 أيام أو 10 أيام على حد أقصى طيب المباراة مباراة الأهل والترجي التنسي هل ممكن يكون فيه تقنية الفيديو بروتوكول الفار ممكن يكون بيطبق في هذه المباراة حتى هذه اللحظة رسميا لسه حتى هذه اللحظة رسميا لسه كل ما تم خلال الفترة الأخيرة أن مجلس خبراء التحكيم أو لجنة الحكام أرسلت خطاب للأمانة العامة أو تحديداً لفيرون أمبامبا السكرتيري العام للاتحاد الافريقي طلبت فيه تنفيذ بروتوكول الفار في مباراة نصف النهائي والنهائي طيب إمتى يتم حسب هذا الأمر؟ فيه 3 خطوات بتتم إذا تم الانتهاء منها قبل يوم 19-6 هيتأكد تنفيذ الفار في مرحلة النصف النهائي والنهائي إيه هي الثلاث خطوات؟ أولاً الاتحاد الافريقي هيختر مجلس الآيفاب لحصوله على الموافقة لتنفيذ الفار في مرحلة مبارتين دور نصف النهائي والمباراة النهائية مجلس الآيفاب هيعتمد الملاعب اللي بتنفس فيها تقنية الفار في نصف نهائي ونهائي دور أبطال إفريقيا حاجة الثالثة هيتم تجربة محاكاة إرسال وفد رسمي من خلال أطقم تحكمية وفد رسمي الاتحاد الافريقي تحديداً لملعب كايزر تشيفز وملعب رادس لأن ملعب كازابلانكا ملعب الوداد وملعب الأهل والسلام ملعب معتمدة من الآيفاف في تنفيذ تقنية الفار لكن ملعب كايزر تشيفز مفيش الفار بيتطبق في جنوب أفريقيا ولا في رادس الدورة تنصى بيتطبقاش تقنية الفيديو وبالتالي هيتم إرسال وفد رسمي لإقامة تجربة أو محاكاة من خلال تنفيذ مباراة بالأطقم التحكمية لتجربة كل الأدوات والمعدات اللي هيتم تنفيذها بعد انتهاء هذه الخطوات أقدر أكد لكم بنسبة 100% الفار موجود في نصف النهائي والنهائي ولكن النقطة الأهم أتمنى الوقت ما يكونش دايق عشان المعدات والأدوات اللي بيتم إرسالها من الشركات اللي بتتعامل في تنفيذ تقنية الفيديو أو بروتوكول الفار تكون المعدات موجودة توصل تونس وتوصل جنوب إفريقيا لأن كده كده مصر والمغرب بتتعامل مع شركات الاتحاد الإفريقي بيعتمدها ومجلس الآيفاب بيعتمدها وممكن الفار يطبق في مصر ومغرب بدون أي مشكلة لكن أهم حاجة المعدات والأدوات توصل تونس خلال الفترة اللي جاية قبل مرحلة الدور نصف النهائي مين لقاتكم التحكمية؟ رسمياً؟ لسه إمتى؟ خلال هذا الأسبوع بإذن الله إن شاء الله ممكن يتم الإعلان على لقاتكم التحكمية إذا ما تمش إقامة معسكر للحكام خلال الفترة الجاية لأن لو في معسكر طبقاً للطلبات اللي طلبها المجلس الخبرى في التحكيم في الاتحاد الإفريقي إذا تم إقامة معسكر هيتم إرجاء الإعلان الرسمي قبل المباراة بحوالي أسبوع لو ما تمش إقامة معسكر هيتم الإعلان الرسمي قبل يوم 7-6